استضافت وزارة الخارجية فعليات الجولة الرابعة للحوار رفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ناقش الجانبان فرصة تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل وضرورة اتباع نهج شامل ومتوازن حيالها كما تم خلال الجلسات التأكيد على أن استقرار مصر وجهود التنمية فيها أمران رئيسيان لتحقيق الاستقرار والأمن لدول الاتحاد الأوروبي والمنطقة بأكملها وكذلك تحمل مصر مسؤولية استضافة أكثر من عشرة ملايين مهاجر ولاجئ واتفق الجانبان خلال هذه المشاورات على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر وخلق فرص عمل فضلا عن قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير الاحتياجات المصرية اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية